بين الرياضة وعومان يتنقل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في مهمة تتزايد تعقيداتها مع مرور الوقت خصوصا مع اعتماد الأطراف على وسائل أخرى غير المفاوضات السياسية التي عادة ما يتم اللجوء إليها من باب إسقاط الواجب أمام المجتمع الدولي كما ظهر جليا في مواقف وفد الإنقلابين الأخيرة فشل الجولات السابقة لم يؤثر على جهود المبعوث الأممي الذي يسعى على ما يبدو لتحقيق إجاز شخصيا ولو على حساب إخفاقات الأطراف اليمنية المتكررة وهو بالفعل ما تحقق له شخصيا وباعتراف من قبل المنظمة الأممية التي اعتبرته من أنجح المفاوضين لديها خلال الفترة الماضية مجلس الأمن من جديد يعاود تأكيده على دعم المبعوث الأممي ويهيب باليمنيين ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصرع أتأكيد ذاته ما يتسلح به ولد الشيخ في تحركاته الأخيرة التي ابتداها من العاصمة السعودية الرياض بلقاء مع عضاء الدول الثمانية عشر الرائية للعملية السياسية كمقدمة للتوجه نحو العاصمة العمانية مسقط التي من المتوقع أن يصل إليها اليوم للقاء بوفد الميليشيا لاستكمال التحضيرات لجولة جديدة من المراثون التفاوضي بعد أن حصل على دعم رسميا من قبل الوفد الحكومي الذي أبدى موافقته على العودة إلى المشاورات وفقا للمرجعيات المتفق عليها